طيب المنافسة بقى أهلي بالبيراميدز الآن تقدر تقول إنها تحسمت ولا لسه ما تحسمتش؟ لا لسه طيب عندك توقع أو إحساس؟ يعني لو رقميا لسه ما تحسمتش أنت بقى على ضوء ما يحدث في الدولة الآن تقدر تتخيل؟ توقعي إن اللي وصل له بيراميدز دلوقتي حاجة كبيرة إنه يكسب المتشاط دي وراء بعض بالشكل ده حاجة كبيرة ولكن في الكرة في بساعات بيحصل كده إيه؟ زي احتزازات كده المتش الأهلي اللي فات ده كان هزة كبيرة لو ما يدروش يسيطروا على الموضوع ده وإن هما يكملوا بنفس القوة اللي كان عليها قبل المتش ده هيقدروا إن هما يرجعوا تاني ويبقى فيه ضغط كمان على الأهلي الأهلي عنده متشاط لسه مؤجلة صحيح ومعروف إن الأهلي ومؤخرا لما الأهلي بي المكسب إحنا عنده في الكرب نقول المكسب بيجيب مكسب وطول ما أنت بتكسب والوقت كمان قصير فدي حاجة مش وش مش وش طالما الأهلي عنده سكوات كبير وأنا الوقت بتاع المتشاط مش كبير صحيح فلما بتكسب بتبقى أنت حاسة تروح المتش اللي بعديه عشان تنزل تكسب فيه روح كده بتبقى موجودة في الفرق أنت بتقولي أنه الضغط بتاع المباراية الدوت ممكن يبقى مفيد للأهلي مش مدر حاليا بمفيد لأن أنت مفيش غير الضغط ده اللي بيحصل قبل كده كان الأهلي عنده ضغط متشدة وضغط أفريقيا وبعد كده يجي ضغط المتشاب بتاعت الدوري فأنت دلوقتي عندك المتشاب بتاعت الدوري حتى لو فرق الأهلي اللعبها منافسين أقوية ولكن الروح اللي هي بتاعت المكسب دي بتبقى كويسة بتدي حافز حافز كويس نفسيا وبدنيا خصوصا الأهلي زي ما قلت لك عنده سكواد كبير على سكواد كبير كلهم أساسا لعبها أساسية مباراة الأهلي والبارابنز القادمة حاسمة على رقب الدوري لو الأهلي كسب هي حاسمة خلاص لو الأهلي كسب خلال الدوري الموضوع انته ده وجهة نظري إنما أهميتها البارامنز�� اكتر من الأهلي أهميتها البارامنزons اكتر من قرأة كلامك د أنه لو البارامنز حسر هي برها للمسابق لا خلاص لكن لو بارامنز قسر لأسيب هيرجع فيها التوازن لإن المتشاض برضو لأن هتلعصر على الأهلي هتأصر عليه نفسيا هتضغط على الأهلي بالزبت النقاط كل ما كيدت رأيباء كل ما هتضغط على المنافس بأهزادى إنما تعادل أو مكسب الأهلي ونا شايفه موضوع انته نوضع عبارة ده وقت نظر